اثنين كوب دقيق لكل استخدامات. اثنين معلقة كبيرة سكر. ملح نصف معلقة صغيرة. خميرة معلقة صغيرة. نحرك المكونات مع بعض. حليب حرارة الغرفة ثلاث ارباع الكوب يعني كوب الا ربع. واحد بيضة بحرارة الغرفة. نعجن لمدة خمس دقائق لازم تكون مثل هيك فيها مرونة. نوضع الزبدة ربع كوب حرارة الغرفة. وبنعجن جيد. تقريبا خمس دقائق. نتركها ترتاح حتى يتضاعف حجمها. هيك بعد ما تضاعف حجمها. نعملها ست اجزاء. بنكورها ونتركها حتى يتضاعف حجمها. بنمدها. وبنعملها رول. وبنسكر الاطراف. نتركها ترتاح حتى يتضاعف حجمها. ندهن الوجه حليب. وندخلها الفرن درجة حرارة 200 درجة مئوية من فوق ومن تحت. تقريبا من 18 دقائق. ندهن الزبدة. وهيك اصبحت جاهزة. تظرونا بصفة جديدة. تمنى الاشتراك بالقناة. وإذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.